متحدث الخارجية المصرية السفير احمد حافظ بيدلي بحوار بان مصر ترفض اي اجراءات احدية قد تتخذها اسيوبيا اتصالا بسد النهضة بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل احادي خلال موسم الفيضان المقبل في صيف العام الجاري جاءت تصريحات سيادة السفير تعقيبا على ما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الاثيوبية حول اعتزام اثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم تصل الدول السلاس الى اتفاق حول ملء وتشغيل السد واضاف السفير احمد حافظ ان مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسئولية وتفاوضت على مدارع عقد كامل بجدية وحسنية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانونا حول سد النهضة ما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة ويؤمن حقوق مصر المقيد الا ان الجانب الاثيوبي انتهجة سياسة تقوم على المماطلة والتسويف ادت لفشل كافة مسارات المفاوضات التي اجريت خلال الاعوام الماضية مهم جدا ان احنا نوضح هذا الامر حتى لو مجرد تعليق على تصريح من الخارجية الخارجية بتاعتنا ترد عليه لان كل دي دوسي بيأمنك انا يوم كذا قلت كذا انا يوم كذا قلت كذا في المحفل الدولي ده كذا التقيت رئيسة اسيوبيا وقلنا كذا كل ده دوكومنتد كل دي وثائق وده موثق عندك ان انت لك الخيار بعد كل هذه المحاولات ان انت تتخذ ما تراه من اجراءات مناسبة لك ولحفاظ على مصالحك المائي